بداية من فرنسا حيث أعلن ناشطون فرنسيون ومغردون عبر تويتر رفضهم انعقاد مبادرة منتدى الإسلام الذي أطلقته السلطات بديلا من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي أنشئ في عام 2003 وتم حله بسبب الخلافات بين مسؤولية وحضر جلسة افتتاح المؤتمر وزير الداخلية جيرارد دارمانان وعميد جامع باريس الكبير شمس الدين حفيظ علاوة على ناشطين في الجارية المسلمة في فرنسا منهم أنور كيبيبش وقال دارمانان وزير الداخلية الفرنسي إن المسلمين في فرنسا لا ينتمون لأحد سوى المجتمع الوطني الفرنسي ولهم كامل الحرية في تنظيم أنفسهم ولا تمارس الدولة هنا دورا سوى حماية النظام العام على حد تعبيره ويرى ناشطون أن السلطة الفرنسية تحاول ممارسة الوصاية على المسلمين خصوصا أن المصادقة على قوانين عدة تسهل إغلاق المساجد والمدارس القرآنية في حين علق آخرون بسخرية أن فرنسا تفرض الإسلام بنكهة وزير الداخلية جرارد دارمانان على المسلمين أفق ما ذكر موقع الجزيرة المباشر يحل منتدى الإسلام في فرنسا الذي عقد اجتماعه في باريس السبت الماضي محل مجلس الديانة الإسلامية رسميا ويتكون من جهات فاعلة في المجال تختارها الدولة من خلال قوائم من المحافظات اشتركوا في القناة